مسيرات استفزازية شاهدنا هذه المسيرة مسيرة الأعلام عبارات عنصرية كانوا يندد بها أطفال وشبان يعني فتية إذا صح القول يعني خطاب كراهية واضح كان موجود وبين كبير من هناك يقول القدس لنا النصر لنا ونقول لنتنياهو لا تتنازل ولا تخطع ما تعليقك على ما شاهدناه اليوم يعني أولا ما هي مسيرة الأعلام أو رقصة الأعلام هذه مسيرة تنظمها الصهيونية الدينية بمعنى كل الذين نراهم هنا هم من المستوطنين الذين يستوطنون الضفة الغربية والقدس كلهم يتبعون الصهيونية الدينية الذي يمثلهم بن كبير ويمثلهم اسموتريتش هذا أولا ثانيا هذه المسيرة بدأت عمليا في بداية السبعينات نظمها أو بادر فيها يهودي مستوطن من الذين أسسوا قوش أتسيوني الذي أسس الاستيطان في الضفة الغربية اسمه يهودا حزاني هذا يهودا حزاني قتل عندما سقط في وادي في الأغوار سقط من على صخرة أو جبل ومات وبالتالي هم يرون أنها لزاما عليهم الاستمرار الأمر الثالث أن هذه المسيرة لم تكن تدخل من باب الأمود يعني بمعنى كانت تعتي عندما بدأت من القدس الغربية تدخل من باب الخليل الذي هو أقرب باب إلى القدس الغربية وأقرب باب إلى حائط البراقة الذي يسمونه حائط المبكة أولا لأسباب أمنية ثانيا لكي يخففوا الاحتكاك مع الفلسطينيين الوقاحة لدى الصهيونية الدينية والمنظمين لهذه المسيرة أن المسيرة بدأت تأتي من قلب باب العمود وتخترق كل الحي الإسلامي والحي المسيحي وصولا إلى حائط البراق لاحظي يارا أنهم كلهم شباب لا يوجد نساء لماذا؟ لأن النساء يدخلون ما زالوا يدخلون من باب الخليل أقرب يعني بمعنى لو صار احتكاك لو صار كذا أنه النساء يكونوا الحال والأمر الثاني هو موضوع الاختلاط لديهم ملاحظة ثانية أيضا دكتور لاحظت أنه اليوم مراسلتنا كانت تقول بأنه هؤلاء من مدارس الأحزاب حزب الصيونية الدينية يعني هذا الحزب لديه مدارس أيضا لتنشئ أجيال نعم هناك مدارس هناك بسموها مخينوت اللي هو عمليا مدارس تدمج ما بين العلم وبين الاستعداد للخدمة بالجيش لهم نظام تعليمي يحافظون على أنفسهم ولكن كما تلاحظين لا يوجد من المتدينين الحردين في هذا المسير إذا رجعت الصور لا تجد من أتباع شاس وأتباع يهود التوراة من الله هم ليسوا في هذا المكان لا يتبعون إلى هذا المكان أيضا لا تجد يهود يساريين ولا تجد من الوسط ولا تجد علمانيين لا هذا اليوم هو افترى يوم احتفال باحتلال القدس هو عمليا هو يوم تنظمه الصهيونية الدينية لا أسباب أيديولوجية ولا أسباب سياسية لذلك ترى تسمعين لهجا متطرفة حتى هاجموا الصحفيين اليهود ليس فقط الصحفيين العرب في صحفة عقرات عقرات هاجموا الصحفونك طيب